اهلا بحضراتكم من جديد تلعب بره او جوه لا ده هو دلوقتي الفرق اللي عايزة تكسب وتعدي وتاخد بطلات اصبح ماتش بره ده مهم انك انت تلعب وكنك انت يعني ما فكرت ان انا اتعادل بره واكسب دي خلاص موضة انتهت تكسب بره لازم ان شاء الله ده كانت عن المنتخب لكن ماذا عن الاسئلة الصعبة في الاهلي الحياة اسئلة كتيرة بتتردد في وسائل الاعلام الزميل محمد المحمودي حاب يطرح هذه الاسئلة ويجاوب على خمسة منها وصفها بانها الاسئلة الصعبة هل المهندس عدلي هيتفي مع الاجابة ولا هيشوفها الصعبة ولا لا نشوف محمد المحمود الاول نشوف محمد المحمود الاول بعد نهاية مباراة الاهلي مع الجونة الحد سأل في الجهاز المعاون عن فكرة انه ليه اللعيبة دي كلها تغيرت انه ليه كولر محضرش المؤتمر الصحفي كولر ليه سافر كريم فؤاد ليه لعب جناح شمال التبديل دي كلها ليه بتريح الناس ليه قبل معسكر منتخبات محدش سأل دم الجونة صنع كولر باكتج من التعدلات والتغييرات على الفريق اللي لعب مباراة صعبة قدام سيراميكا اللعب مباراة قدام المقولين ما هو السر هنا في التفاصيل التفاصيل ترجعنا الورا اللي كان عنده معسكر في النمسا بعد اسبوع لعيبة دولية جالها استدعى للمنتخبات وظهر فجأة معاد كاس السوبر فاللعيبة كلها اللي في المعسكر ما خدتش شغل فني كتير وفي نفس الوقت راحت على المنتخب بحمل بدني موجود معاك مع مباراة اتحاد العاصمة نقدر نوصل بيه ان اللي بيحصل ده يحصل ليه بص مع بعض الآن يسافر 18 اكتوبر علشان يلعب مباراة سيمبا واجه سيمبا يوم عشرين واحد وعشرين رجع الاهلي من تنزانيا للقاهرة حصل على راحة في التدريبات نفس يوم الوصول له واحد وعشرين وبعدين راح بعدها مباراة القياب ضد سيمبا يوم اربعة وعشرين يومين ولعبة التالتة ستة عشرين رحلة صفر جديد لجنوب افريقيا فيها خمسة واربعين ديئة في العاصمة الكينية ورحلة تسعة ساعات ثم يوم تسعة وعشرين يخسر قدام سانداونز يرجع القاهرة تلاتين يلعب يوم واحد مع سانداونز واحد نوفمبر اربعة نوفمبر يكسب المقاولين اتنين واحد بصعوبة ثم تمانية نوفمبر يفوز على سيراميكا بصعوبة ثم عشر نوفمبر يسافر الجردقة حداشر نوفمبر يتعادل مع الجنب دا الموضوع بصق لعيبة الدولية اللي شوية منها ريحوا الراحة دي ليه وهنا بقى نخش في المعلومات القاتية من النادي الاهلي المعلومات بتقول ان العيبة الدولية دي ما ريحتش وان اللي رايح ده مش هيخد وقت للراحة نهايا وانه فيه بعض اللعيبة الموجودة بقى الحمل عليها صعب رأى كولر ان المباراة الجونة هي انسب وقت يقدر يعمل فيه كل هذه التبديلات وانه يبدأ يدخل مجموعة جديدة من اللعيبة تاخد طبع الفريق اقتناعا منه انه لو خسرت نقطتين دلوقتي يختلف تماما عن الخسارة في دوري عبطال افريقيا او في كاسة العالم اللاندية واللعيبة دي لازم هتخش لانه وانا ماشي في الطريق التجربة اللي على مدار الشهر اللي فات اثبتت ان كل عوامل القوة من اللعيبة واعتمنك لازم الكل كان يدخل دلوقتي اخيرا كولر محضرش المؤتمر الصحفي وسافر على سويسرا المعلومة اللي جاتلي بالنادي الاهلي ان كولر وكابتن خالد بيبو دخل للمؤتمر فقيل له مفيش صحفيين موجودين هنا في المؤتمر فلم يتم عمل مؤتمر مش كولر اللي ساب البتاع وراح يجلي عشان يلحق الطيارة عشان يا جماعة الخير الراجل ده سويسري محترم سويسريين في الرياضة معظمهم جمال وهديين ومواجهين فالراجل ده ابعد ما يكون عن هديه القصة شوف ما قاله محمد المحمودي وهو يعني احد الاعلامين اللي بيحاول انه دايما يعني يمنطق بالواقع يعني ما بيجي يقول لك حاجة يقول لك المعلومة المعلومة والاحصائية وهدي كذا وهدي كذا عشان وانا بحب هذا النوع من الالام اللي هو يشركك في التفكير معاه يعني احنا ميالين الى هذا الاسلوب هنا انك وانا بقول لك ما بكتفيش انه سندرك رأيي بشكل محاضرة ولكن تعالا مع بعض نوصل للحقيقة من خلال مجموعة من الاسئلة هو عمل كده ودعم كل ما قلناه هنا سيد إبراهيم خلال الفترة لما قلنا ان احيانا الراحة ما بتبقاش للعيب المحليين عشان في لعب دوليين مش يعني انت بتدي راحة لعب الدولي بروح يلعب واصبح اكتر من نص الفريق من العيب الدوليين ايه فهو قاعد يفسر وبالتواريخ يعني دلل ودعم ما كنا نقوله ولكن بالتفصيل وبالدليل وبالتحليل حسنا فعل هادئ وموضوعي وحتى لما جي احنا قلنا المرة فاتت ان كل ما امتنعش عن المؤتهم درح ما لقاش حد مش قلنا كده هنا دعم هذه المعلومة هو اي ويا اهل الخير على فاكرة كل سنة المتشاة تجونا غالبا ما مباش في زمال اصحافي الموديين مش عايزين يسافروا مش هو ايا كان ليه تطلع انت عايز توصل ده اللي انا بقول وبتسألني الجمهور ما بيجيش ليه الناس ملت ملت من عملية التصيد واختراع المواقف وافتعال المشاكل وتلقيح الكلام واصبح يا راجل يا راجل ده فيه ناس لعيبة كبيرة يعني ليهم برامجهم كان يقولك تعلمهم لا ليهمش عايب نتعلم ييجي يقولك لا الزمالك ولي بيعلم الدنيا كلها افرح بناديك زي ما انت عايز بس بلاش الكلام المتناقض ده خد موقف سابت بقى مش تقول كلمتين هنا ترادي بيهم هنا وبعشان عايز تقول كلمتين هنا ترادي بيهم هنا اين انت وقناعتك طب الناس تروح معك لي فين فين الموضوعية الناس تايها مش عارفة تستمتع بكرة القدم من كتر ما ايه عملين اخد هاي منو شمال فالمحمودي بيقدم هذا النموذج الاعلامي اللي خليك تفكر معاك ويشاور بحيث انك تصدقه طب احنا رجعنا ورجعنا بعد خدنا يوم راحة ومخدناش تدريب ولعبنا فتعدلنا تعديلنا انا اتنين اتنين وتعدلنا واحد واحد لما بنقول كده يقول لك انت استكدت بتطبل هو انا دوق عشان ابان ما طبلش اكسر لازم ابقى عدواني واخدك في سكة التشاؤم واقول حاجات ما هياش اللي انا قناعاتي يا سيدي انت مش عايز تقتنع بالله انا بقوله انت اللي تعتبر ان الرأي اللي انا شايف انه هو موضوعي ده تطبيق على فكرة طب انا ما بقولكش انت متحامل اه انت حر اه اشو معنى انا احترم رأيك وانت متحترمش رأي وكفاء تجاوز هي دي المصدرة وكفاء تجاوز بقى لان فكرة عدم احترام اه الناس دي بقت وكأنها بطولة البعض يمارس هذه البطولة على حساب ناس لا ما يصحش ما يصحش السنين دي كلها تهدر عشان شوية ناس عايزة تتطاولوا بس عشان تبقى انها جدعة ومش وارها معاك هي دي جدعانة دي مش جدعانة فانت صدق ما تصدقوا واختلل زي ما انت عايز لكن احنا من هنبدأ نقول الحقيقة وحنبدأ ندافع النادي الاهلي من منظور الواقع والحقيقة لان احنا ما بنقولك الناس ما عندهاش فرصة للراحة الناس لعبة بطولات قبل ما تكون مستعدة بدنيا وزينيا دا امر واقع اطلع شوف هنطلع لفاصل مهم لما عشر بس قبل ما تقفل لما عشر الى ماتش السوبر الافريقي قال ايه اشار لحاجة مهمة هنطلع لفاصل وبعدها نشوف هو قال ايه